السلام عليكم ورحمة الله ومتابعي قناتنا في ألمانيا عبد الهادي من جديد ان شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية رب اشتركت لكم كتير بهذا الفيديو اليوم نحن نحكي عن تأمين الأسنان الإضافة لأنا شارح عنه أكثر من الفيديو وحكيت عنه شو بتي الشخصية فيه فكتير جتني السئلة كيف نحن ممكن نلاقي عرض جيد مثل عرض اللي أنا مثلا أخذه وعلى شو الشغلات اللي لازم نحن ننتبه عليها في ذلك عم سجل هذا الفيديو بشكل سريع لندور سوى عن عرض يكون جيد هلأ ممكن انك انت تروح على الشركات للتأمين اللي انت فيها وتسألهم ويعطوك عروض من عندهم أو ممكن ايضا على اي شركة تتصل وتشوف شوفي عندهم عروض أنا الموقع دائما اللي بدور عن طريقه اللي هو الـ Check 24 بكل بساطة بتكتبه على الانترنت أو على الـ Google Check 24 مثل عندك هذا الخيار بنفوت على خيار التأمينات هذا الخيار بنحط عليه فاطلع لك عندك الصفحة الأولى خين نحزف نحنا هذا اللي أنا عامله فهون بتختار انه بدك ياله طفل أو بدك ياله شخص حتى الأطفال ممكن انك انت تساوي له هذا التأمين ومعلومة جدا مفيدة أو مهمة مشان العالم تنتبه عليها لما انت بدك تساوي هذا التأمين فهذا التأمين بيشمل فقط الشخص اللي انت عم تساوي له التأمين لا يشمل كل العيلة يعني هاد مو مثل التأمين الإلزامي أو التأمين العادي تبع الصحة لا هذا كل شخص بشخصه نحن نحن نختار هنا انه إنسان بالغ اه اه ايرفاكسن فبتحط انه ايرفاكسن هون عم يسألك شو هو نوع التأمين اللي انت عندك ياه هل هو التأمين خاص أو تأمين الازدس ليش العادي بتحط موليدك وايضا اه هون بفي ثلاث اسئلة انت لازم تجاوب عليهم اول سؤال هل انت حاليا بمعالجة لتقويم اسنان تاني سؤال هل انت عندك مشاكل باللثة او عم تتعالج لمشاكل باللثة تالت سؤال انت عندك ناقص اسنان او لا لانه هون كتير بيفرق معك لازم مثلا ازا انت حطيت له ياه فلازم تقول له كم سن انت عندك ناقص ولازم هو يتبدل فاذا ما عندك تبديل اسنان بتحط له نايم بعدين منعطي ارقاب نسو انت سايقه هلا لحنا نشوف على الطريق تاني اذا عندك تبديل اسنان يعني بدك عندك زراعة او لا هلا مثلا هاي هي العروض اللي فتح لنا ياها بابتداء من 9.55 سنت بالشهر هيك لتصل لل 50 او 60 يورو هو يبتختلف على حسب شركة التأمين قديش بتتفهم على سبيل المثال ان الشركة اللي عامل عندها دي بايروشا لما انا عملت العرض او كان هو ب25 يورو بالشهر بس لح نحكي عن نقاط مهمة جدا هو هون كان يتحمل مية بالمية من الجسور من التاج او الزراعة اما هون لانه انت عم تدفع 15 يورو بالشهر هلا ارجعنا مرة تانية بصراحة انا وقفت التزجيل نسيت شو كنت عم بحكي اجيت الصغيرة وقاطعتني بس كنت بتوقع عم احكي انه لازم تنتبه قديش هو بيغطي التأمين فالجسور مثلا هاي الجملة ما بعض شوية خلينا نترجمها سوا اللي هي مثلا حشو الجزر او علاج الجزر فهون هو بيغطي 80 بالمية فلازم انت تنتبه انه يكون يغطي 100 بالمية ولو بدك تدفع شوية زيادة مشان ما يجيك زيادات كتير كبيرة عن الفواتير اللي هي حت تجيك صح انا هلأ 100 بالمية بس كمان انا ايام بدفع زيادة 30 او 40 يورو او ايام اكتر على حسب شو بيتدفع مع الطبيب لانه متل ما الفيديو الماضي اللي حكي فيه حطيت انا تسجيل صوتي للدكتور مجد اللي انا بتعالج عنده انه في شي اسمه الفكتور بتدفع على اساسه شركات التأمين العلاج يعني هي الادوات اللي عم يستخدمها الطبيب هل هي انه زيادة عن شركات التأمين او لا بتلاقوا بتوصيف الفيديو هذا الشرح كامل بتسمعه من الطبيب هلا على سبيل المثال هون تساين راينيجونج فهون هنا بيدفعوا 160 يورو بالسنة لمرتين كل مرة بيكون حق 80 يورو هذا التأمين الاحترافي او عفونا التنظيف الاحترافي من الاسنان هذا كتير مفيد بصراحة وعن جد بتفرع عندك اللثة والكتير شغلات بالاسنام بتحس انه عن جد فرقت معك النقطة المهمة اللي كمان لازم نحن نتبع عليها الفاتد سايت انه ما يكون في وقت انتظار لانه اغلب الشركات هي عنده وقت انتظار ثلاثة شهور او اربعة شهور على حسب الشركة فهون انت الافضل يكون عندك الشغل المهمة كمان اللي لازم نحن ندير بالنا عليها قديش هنا انه بيدفعوا كل سنة في شركات مثلا هي بتكون مقسمة انه اول سنة بيدفعوا لك لحد الالف وخمسمية بعدين الفين وخمسمية وهكذا او بيجمعوا لك ياهم باول اربعة سنين انه هنا بيغطوا لمدة او لمبلغ علاج كامل الاسنان خمسة علاف يورو ابتداء من السنة الخامسة فانت بيصير عندك الرقم مفتوح بس انت لازم هون دائما تلتزم بالعقد لانه هو العقد هو اقل شي سن سنتين وفيك طبعا قبل تشهور انك تلغي هذا العقد فانت حتى تحافظ وتاخد ميزة انه يصير عندك بدون بدون حدود انه دائما يدفعوا ما يقولولك هاي السنة انت تغطيك مثلا الرقم تبعك او المبلغ تبعك فلازم تقعد خمس سنين فيه ناس بتساوي اللي عنده مشاكل بسنان دائما فبتساوي هذا العقد دائم وتدفع فلازم انت تلاقي عرض ستدخيص شو كمان لازم نحن نلاقي شوف التقييمات على الموقع هل هي تقييمات جيدة او لا على سبيل المثال هاي الشركة كمان عام يولا شايفهم بيغطوا بين خمسة واثمين لتسعين بالمئة وبيدفعوا مية وسبعين يورو للتنظيف ولا ننسى انه على حسب العمر بيفرق ايضا الدفعة الشهرية كل ما كبر للنسان كل ما بده يدفع اكتر على تأمين الاسنان الاضافي شو كمان مثلا فينا نشوف فهون مثلا شوف حاطيلك على الاسنان ارزات انه زي عقود له هل هي الشركة شايف بيغطوا تسعين بالمئة وعندك لمعالج تلثة والحشوات والشغلات بيغطي هون مية بالمئة فهون الواحد على حسب هو كده يدفع بالشهر بيشوف العقد اللي يبديه وطبعا اذا انت عندك طبيب اسنان دائما عندك ثقة فيه وتتعالج مع عنده فدائما فيك انك انت تاخد له العرض وتسأله عليه تقول له هل هذا العرض جيد او لا وبشكل عام ما ننسى معلومة جدا مفيدة لما انت تساوي اي عقد معك مدة 14 يوم اللغاء لهذا العقد هيك فيها الحالة انا ان شاء الله بكون شرحتك اي سؤال تقول لي ابدو من التعليقات انا هل فتح شوي غايب ما امرد بس لحرجة ان شاء الله رد من اول وجديد اه معلومة جدا بسيطة او مثلا خلينا انتبه هاي الشغلة شايفين هاي الشركة مثلا هلا كان العرض تبعه ب 15 يورو نزلنا الى تحت لقينا عرض 21 و 50 لانه صاروا هن شايفين هون يدفعوا على الحشوات مية بالمية ما بتدفع اي شي وزادوا ايضا التنظيف اه انه صار ب 200 يورو بيدفعوا لحد التسعين يورو للجسور وللاتجام يعني كل ما دفعت مبلغ اكتر شهريا كل ما اخذت ميزات اكتر في هي الحالة يديروا بالكم على حالكم وان شاء الله تضلوا بكل صحة واقفية اه قبل ما انهي الفيديو خلينا نرجع بس لورا شوين وارجيكم مع زراعة شلون نحنا نختار فاذا هون حطينا نحنا انه عنا سن ناقص او سنين مثلا نتحط هيك اتنين اتنين اهو ما فيه تمام اه تتتت ها ما اتنين خلينا نشوف النتيجة هلا اكيد هيغلى السعر لا انه بقي تقريبا نفس الشي نفس في هون تريد ايضا الخصائص انه هل هنا اكيه هيدفعه من زراعة الاسنان يعني هي بس 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 شها اللي بس 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 برات حقالة انت عندها كلي ناقص مامعي مامعي مامفي غير الشي وبرك تنتبه كثير على أقد لما انت تساويه مع عقرب عشر يوم تريد وفي الحال اكونوا انصرنا الى هذا الفيديو يلبع أنه على بعض و لا زال وبعض وحبه بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا